للناس اللي بتحب الساسبينس والتشويق في بنت مصرية عمرها 12 سنة عملت حدثة كبيرة جدا من كذا يوم واحتاجت تدخل جراحي وعلاج في قسم متخصص من أقسام الجراحة في مستشفى من المستشفيات اللي مش مصرية البنت دي بعد ما عملت الحدثة بعدها بأيام قليلة جدا أو بساعات تم نقلها لمستشفى في مكان ما غير مصر لأنه أبوها راجل مهم جدا أبوها راجل أعمال مهم جدا في مصر مقرب قوي من الحكومة المصرية ليه بيزنس مع قيادات الجيش مشهور جدا في سينة بنته عملت حدثة وفي ناس من عيلته ماتوا بدأت مواقع تنزله تعزية وتتمنى الشفاء لبنته بعدين كل المواقع دي فجأة حزفت التعزية وحزفت الكلام وتمنياتها بالشفاء ومعرفناش أي حاجة عن اللي حصل طب البنت أخبرها إيه طب اللي ماتوا طب إيه اللي حصل مبارح بالليل بنعرف تفاصيل مريبة جدا عن البنت دي موقع إسرائيلي بينشر تقرير بالأمس أن هناك ابنة رجل أعمال مقرب من الحكومة المصرية تتلقى العلاج في إسرائيل إيه التفاصيل؟ فتاة مصرية بتبلغ من العمر 12 سنة بنت رجل أعمال معروف جدا ومقرب جدا من نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقرب جدا من كبار قوات الجيش أو قادة الجيش في سينة تم إحضار البنت دي بشكل سري إلى إسرائيل الأسبوع الماضي عشان تتلقى العلاج الطبي في مستشفى ألوها بالإسم هي مستشفى هداثة عن كارم في القدس وهذا ما أفد به إيطاي بلومنتل صباح اليوم في برنامج هذا الصباح للقناة التانية الإسرائيلية بحسب التقرير فالبنت أصيبت في حدسة سيارة في مصر بعد عدة أيام من العلاج بالقاهرة تقرر نقل هذه الفتاة وهي في حالة خطيرة جدا إلى مستشفى في إسرائيل بيوجد به قسم مخصص لعلاج البنت دي في إسرائيل أكدت الأخبار أن هذه اللفتة الإنسانية التي تعتبر غير عادية هذه الأيام بتعكس رغبة في الحفاظ على علاقات وثيقة مع مصر ليه؟ لفتة زي دي تعكس علاقات وثيقة مع مصر مع أن البنت بنت رجل أعمال لأن مصر بتلعب دور حاوي في قضية المختطفين رغم أن فيه خلافات مع إسرائيل ده الموقع العبري اللي تكلم عن البنت اللي هنشوف صورتها أو هنشوف كلام عنها في التغريدة الجاية تغريدة أخرى بتتحدث باللغة العبرية فتاة مصرية بعمر 12 سنة هي ابنة رجل أعمال مصري معروف مقرب جدا لنظام السيسي في مصر وليجهزة الأمن العليا في سيناء وتم إحضارها بسرية تم الأسبوع الماضي لإسرائيل من أجل تلقي العلاج في مستشفى هدى سابعين كارم في القدس حذر فذر مين البنت موقع عربي 21 نشر تقرير بيتكلم عن نفس القصة قناة عبرية ابنة رجل أعمال مصري مقرب من الحكومة تتلقى العلاج في إسرائيل بيتكلم موقع عربي 21 أن القناة السبعة العبرية كشفت عن تلقي ابنة رجل أعمال مصري مقرب من نظام السيسي تلقيها العلاج داخل دولة الاحتلال القناة العبرية قالت أن ابنة أحد المقربين من الحكومة المصرية والنخبة الأمنية والعسكرية في سيناء تتلقى العلاج الطبي في مستشفى هداسة عين كارم القناة قالت أن الطفلة عندها 12 سنة قرر نقلها إلى إسرائيل جاء عقب إصابتها في حادث سيارة وإدخلها إلى أحد المستشفيات في القاهرة ثم تقرر تحولها لمستشفى هداسة اللي فيه قسم مخصص لعلاج الصدمات المعقدة عند الأطفال يبقى هنا أول عقدة تفكت ليه سفرة إسرائيل لأن المستشفى دي فيها قسم مخصص للحالات دي دولة الاحتلال وفقا لتقرير القناة العبرية وفقه على السماح لابنة رجل الأعمال المصري المقرب من السيسي بتلقي العلاج لديها في مبادرة غير عادية في هذه الفترة مشيرة قناة العبرية إلى أن الموافقة الإسرائيلية تعكس رغبة إسرائيل في الحفاظ على علاقات وثيقة مع مصر يبقى ده موقع عربي 21 اللي بيكلمنا عن نفس البنت المصرية الطفلة المصرية اللي وصلت الأراضي المحتلة ووصلت إسرائيل وبتتلقى العلاج هناك حذر فذر البنت دي تبقى أمين حذر فذر رجل الأعمال المصري الكبير جدا المقرب قوي من عبد الفتاح السيسي المقرب قوي من قيادات الجيش اللي ليه علاقات قوية في سيناء السيناوي حذر فذر هذه الأوصاف تتطابق مع مين أنا مش بأكد المعلومة أنا بقول لحضرتك حذر فذر بالبحث والتدقيق وجدنا أن هذه الأوصاف تتطابق بنسبة 99.9 من عشرة مع الحج إبراهيم ده مش تأكيد يا جماعة هذا سؤال ابنة رجل أعمال سيناوي تعالش في إسرائيل السؤال الأول هل هو إبراهيم الأرجاني ولا لا ده سؤال مهم لأنه زي ما بتعمل البازل كده بتركب المكعبات جنب بعض في مكعب اسمه إنه رجل أعمال مهم إبراهيم الأرجاني في مكعب اسمه أو مربع في البازل اسمه إنه قراب بن عبد الفتاح السيسي إبراهيم الأرجاني إنه سيناوي العرجاني إنه قراب من قيادات الجيش العرجاني انه بتربطه علاقات قوية جدا بالنظام المصري العرجاني بنته عملت حدثة من كذا يوم ما فيش اخبار عنها واتنقلت بسرية كل الصفحات اللي تكلمت عن الحدثة حزفت البوستات فهنا اول سؤال بنسأله هل بنت ابراهيم العرجاني هي من تعالش في مستشفيات اسرائيلية في دولة الاحتلال ده سؤال اولي وسأل الاعلام العبرية اتكلمت عن رجل الاعمال ده المواصفات بتاعته زي ما قلنا بتتطابق مع السيد ابراهيم العرجاني بنت العرجاني عملت حدثة في الايام اللي فاتت واللي حصل حاجة غريبة جدا منصات كتيرة قوي بدأت تبادر تاخد المبادرة التعزية للحج ابراهيم لان تقريبا بنت اخوه كمان او ابن اخوه في حد من العيلة برضو مات في الحدثة بدأوا يعزوه وبدأوا ينشروا صورة البنت اللي قالوا تقريبا اسمها طيبة او حاجة حاجة زي كده مش متأكد يعني في بعض حسابات نشرت لكن مش هنعرض لحضراتك الصور والاسم لان مش متأكدين من المعلومة لكن في حسابات نشرت صورة البنت ونشرت اسمها وقالت انه كده لكن هي حسابات غير موثوقة بالنسبة لنا في اخر كلام فمش هننشر الموضوع ده ممكن تطلع بنت تانية نبقى بنشاهر بالبنت يعني فمش هنعمل الكلام ده لكن الناس كتبوا فعلا ونشروا وعزوا براهيم الارجاني وبعدين فجأة عارف انت بضغطة زر كل المنشورات اللي كتبت عن التعزية في قريب الارجاني وتمنيات الشفاء لبنته اتنسفت من على السوشيال ميديا مش موجود ولا منشور اعمل سرشي من هنا للصبح مش هتلاقي ولا منشور بيتمنى الشفاء لبنت الارجاني يعني حاجة صعبة جدا لكن النهاردة الصبح لما عربي واحد وعشرين نشر الخبر وبدأت بعض المواقع العبرية تتكلم بدأت الناس تربط الله بنت راجل اعمال سيناوي ايه يا جماعة اللي بيحصل ده هو الارجاني ولا ايه فبدأت الناس النهاردة تعيد النشر مرة تانية الصور اللي كانت اتحزفت الكلام ده اللي خاد سكرينشوت منها بدأ يطلع ويقول اه شفت ده هي شكلها بنت الارجاني مجموعة اسئلة مهمة ابنة الرجل الاهم في مصر الان او الرجل المهم في مصر الان ابراهيم الارجاني لو هي اللي اصيبت وبنسبة كبيرة هي اللي موجودة في اسرائيل دلوقتي ليه مش بتتعالج في مصر ليه مصر وزارة الصحة فيها والمستشفيات العسكرية ما عندهاش المركز المتخصص او القسم المتخصص للصدمات بتاعت الاطفال فبنت الارجاني بتتعالج هناك ده سؤال السؤال التاني ليه بنت الارجاني لو تأكدت المعلومة تم نقلها الى اسرائيل تحديدا ليه مش المانيا ليه مش فرنسا ليه مش بريطانيا ليه مش اي دولة تانية مش معنى اسرائيل هل الراجل ليه علاقات وثيقة بجهات اسرائيلية فده ملف جديد بيفتح لابراهيم الارجاني هنتعرف عليه الفترة الجاية ان الراجل كمان علاقاته ممتدة باسرائيل فبتليفون بياخدوا بنته يدخلوها مستشفى هناك بشكل سري دي نقطة مهمة جدا هل الراجل له تواصل مباشر مع اجهزة سيادية في دولة الاحتلال ام تم التوسط ليه من جهات مصرية على رأسها المخابرات العامة المصرية ومحمود السيسي في سؤال كمان ليه اسرائيل كشفت عن الوقع عديد الوقتي ما هو لو البنت سفرت من يوم 25 يناير او بعدها ووصلت الاراضي المحتلة وبتتعالج بقالها اسبوعين في اسرائيل ليه الاعلام العبري يكشف حاجة زي كده ليه ليه الاعلام العبري يقول احنا عندنا بنت راجل ويددو لك الاوصاب بتاعته يقول لك حزر فزر اسمه مين اول حرف من اسمه براهيم العرجاني بس انا مش هكتب اسمه في التقرير عشان المهنية والكلام ده طب ليه يا جماعة ليه بيعتبر علاج بنت براهيم العرجاني لافتة على تحسين العلاقات المصرية الاسرائيلية الجماعة هنا بيأكدوا ان الراجل ده هو يعني على علاقة وثيقة بمحمود عبد الفتاح السيسي وبالسيسي وبالمخابرات العامة يعني اللي عمله الاعلام العبري الحقيقة غريب جدا غريب وبيطرح الف سؤال عن الراجل ده احنا هنا بقى مش بنتكلم على امبراطور سينا ولا رئيس جمهورية سينا ولا بنتكلم على بيزنس المعبر والسبوبة ولا بنتكلم على الشركة اللي هي بتاعت جلوبال اوتو اللي هو الشريك فيها مع منصور الغانم ومحمد يوسف ناغي وصافي وهبة لا خالص احنا بنتكلم على لفل اعلى على لفل زابط مخابرات حقيقي بيقدر بتليفون مع دولة الاحتلال يودي بنته تتعالج في مستشفى هناك بشكل سري بنتكلم على راجل دولة بنته بتخرج من مصر الاسرائيل من غير ما حد يعرف لا اعلام ولا برلمان ولا اي حاجة خالص بنتكلم على راجل زيه زي ابن عبد الفتاح السيسي زيه زي عباس كامل بالزبط لو تأكدت المعلومة وهي وفقا للإعلام العبري واللي قاله احنا هنا بنتكلم على بنسبة 99% هو ابراهيم العرجاني وبنته في اسرائيل بتتعالج نتمنى لها الشفاء العاجل يا رب تتعالج وتقف على رجليها وتبقى زي الفل ربنا يخليها له ويباركله فيها ويباركله في كل ولاده واحفظها من كل سوء انا قب فاعلم يقينا يعني ايه الا من حد من ولادك لا قدر الله يعمل حدثة او يبقى انا مش بتكلم خالص على فكرة ان بنته يا رب بنته تبقى زي الفل وتقوم بالسلامة وربنا يصبره على هذا الابتلاء الرهيب ان هو بنته تبقى متألمة او موجوعة لا اتحدث عن الجانب الانساني ولا الشخصي على الاطلاق كامل التعاطف مع ابراهيم العرجاني الاب كامل التعاطف الانساني مع ابراهيم العرجاني في مشاعره تجاه بنته المصابة ده امر لا اتدخل فيه ولا عمري تجاوزت الخط ده ولا اتجاوزه في حياتي لا انسانيا ولا مهنيا بكامل الخلاف معاه بكامل كلامي عنه انا بتكلم على ممارسات بتضر الوطن لكن هو كاب بنته بيوديها هنا بيوديها هناك عشان تتعالج بيوديها اخر الدنيا هو كاب اكيد بيسعى انه ينقذ حياة بنته هو حر يعني اتمنى لبنته الشفاء العاجل وان كنت بالتأكيد شاعر اب مش اتدخل فيها خالص وغريزة ابوه انا يعني اعلمها يقينا واشعر بيها فلا اتحدث عن هذه النقطة لكن اتحدث عن تساؤلات مهمة احنا طرحناها اتمنى ان هيئة النفي المصرية الملقبة سابقا بقناة القايرة الاخبارية تطلع تقول لنا الحج برايم العرجاني بنته بتتعالج في اسرائيل فعلا ولا لا خرجت ازاي مين خرجها خرجت ليه ايه علاقته باسرائيل هل المخابرات تدخلت ماهو دا لو بتعتبروه راجل دولة اخرجوا افتخروا بدا اخرجوا اكدوا لنا الكلام دا وينفوه عشان بس الشعب المصري من حقه يبقى عارف يا جماعة الراجل دا وضعه ايه في الدولة الراجل دا صلاحياته ايه في الدولة الراجل دا بيعمل ايه في الدولة دا حقه اصيل للشعب المصري ماهو مش اي حد في مصر بنته بتعمل حدثة قادر يوديها اسرائيل تتعالج في قسم مخصص للصدمات بتاعت الاطفال ماهو دا دا ليفل مش موجود اصلا دا زباط المخابرات لا يجرؤ ان يعملوا كده دا عباس كامل نفسه لا يجرؤ انه يعمل كده ايه الصلاحية اللي عند الراجل دا ايه اللي مع الراجل دا مش موجود عند حد تاني ايه اللي الراجل دا مسكه على السلطة بيتخليها تعمل كأنه رئيس دولة كل دي اسئلة هقولها للمرة الالف عشان ما يطلعش حد يزايد علي ليس لها علاقة بسعيه كاب العلاج بنته نقطة من اول الصدر